مركز البحث الجورافية وكرتوغرافية نشاط استشاري لخدمة المجتمع والبيئة في بعض المحافظات واللي لنا كتير من المشاريع في الخلفية في بعض الصور للمشاريع الموجودة بكرا ان شاء الله هتكلم تحديدا على المشروعات التدريبية الطلابية اللي بتمثل مشروع تطبيقي للطلاب اللي هو مشروع التخرج غالبا بيكون مشروع مساحي رفع منطقة وعمل خراية لها عملنا قبل كده عجيبة أو ودي عجيبة في مرسى مطروح عملنا قرية صراوة عملنا جزر رملية أو كفور رمل في محافظة المنوفية مشروعات نظم علمية جورافية خاصة بالمودلينج النمزجة نمزجة للمرافق نمزجة للعمران نمزجة للسيول والأودية في المناطق الصحراوية كثير جدا من المشروعات الطلابية في السنوات والبرامج المختلفة سواء برنامج الليسانس أو برنامج الدبلوم النظم علمية جورافية أو التعليم المفتوح بشقتين شعبة خراية المساحة وشعبة نظم علمية جورافية وبرنامج الماجستير أيضا وبرنامج الدكتوراه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر